اشتركوا في القناة ساعة مغرب يوم الأربعة بيكون القمر انتقل لبرج الحمل فعشان هيك من الآن لغاية ساعات المغرب القمر رح يكون موجود في الحوت زي ما حكينا هو الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة الربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا هو رح يظل مدة ثلاث ساعات من موعد بث الحلقة بعدين رح ينتقل لهو ساعة أربعة وسبعة وأربعين دقيقة مساء من المساء اليوم الثلاثاء وهي ليلة الثلاثاء موعد بث الحلقة لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ولكن انه رح يظل في هاي المنزلة لغاية ساعات المغرب بتوقيت جرينيش طبعا بتوقيت الأردن رح نحكيها بالتفاصيل لما نوصل لخلو المسار هي منزلة الرشا زي ما حكينا مناسبة جدا وإيجابية جدا بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحوت فعشان هيك منه الآن لغاية ساعات مغرب يوم الأربعاء بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين ما منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضروف الدمع بعيد عن أعين الآخرين ما قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حباء للغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عياد عمل فني كالشعر والرسم وعياد المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثر اليوم هي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي حكينا أن تأثراتها لغاية يوم 28 أربعة هي اللي بتزيد من حدة الذهن عندنا والتركيز والحدث وقدرتنا على النقد حتى وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيرها لغاية يوم 16 خمسة هي بتزيد بتساعد في نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسببنا نوع من أنواع بالإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات من وقت لآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 23 خمسة هي اللي بتعزز قدرتنا على القيادة وبنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة فعشان هيك لازم نستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اللي هي زاوية كثيرة عنا ومنها زاويتين بطيئات اليوم دروتهم أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية الإقتران الإيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون الساعة 4 أو 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا تأثير هاي زاوية طيلة النهار يعني طيلة الليل وطيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وحكينا هاي ذروتها اليوم اللي هو 27 أربعة رح تكون ذروتها الساعة 5 و11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرات هاي زاوية مستمرة فيه يوم 30 أربعة هاي الزاوية بتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال برضو بزيد من احتمالية السفر أو الرغبة بالسفر والاتصالات على جميع الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة 6 ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين اللي عندهم غيري وشكي زيادة عن اللزوم بالفترة هاي بدهم يضبطوا عصابهم هذا اليوم لأنه هذا الأمور ممكن تتأجج وتكبر أكبر من الحجم المعتاد بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون الساعة 11 و7 دقائق ظهرا أو قبل الظهر تحديدا فعشان هيك بتوقيت جرينج هاي الزاوية طبعا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكاسب مالية وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وبرضو هاي رح تكون الساعة 11 و34 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرها من ساعة الصباح لساعات المساء ومنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون الساعة 11 و35 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و35 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 4 و9 دقائق عند المغرب تقريبا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل يعني هاي الفترة اللي هي ما بين الساعة وحدة ونص لغاية الساعة 4 و10 دقائق هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 4 و9 دقائق عند غروب الشمس ماء بالمغرب بتوقيت جرينج بيصير القمر انتقل واستقر في برج الحمل فعشان هيك بتأثر علينا صفات برج الحمل على جميع الأبراج ففي هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية بهاي الفترة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك برضو هاي فترة مناسبة لتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بعد الانتقال في عندنا زاوية وحيدة رح تتشكل هي زاوية بطيئة ذكرناها في الأيام الماضية هي زاوية الاقتران الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا هي ذروتها رح تكون الساعة 7 و 11 دقيقة مساء من مساء اليوم بتوقيت غرينشب ولكن تأثيرات هاي الزاوية رح تظل مستمرة معنا ليوم 29 أربعة هاي الزاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن لغاية المغرب ساعات المغرب المغرب اليوم أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الهرمون المسكن للألام بتصير فيه مشاكل والهرمون المساعد على النوم برضو بصير فيه مشاكل لهو الأندروفين والميلاتونين من ساعات المغرب وما بعد طبعا بصير الأعضاء لأنه القمر خلاص بنتقل لبرج الحمل فبصير عندنا الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة والشرين والدم بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل طبعا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحة وحتى القص الشعر التجميلي والصبغ الأمور التجميلية كاملة اليوم ممتازة جدا ويعتبر من أفضل الأيام لهذه الأمور ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا مطعوم كورونا برضو اليوم مناسب لإله ممكن بسبق بعض الآثار زي ارتفاع الحرارة أو آلام لا تخلوا الوسواسي يسيطر عليكم بالعكس يوم مناسب لهاي الأمور اللي بدي أخذ اللقاح بس إنه ممكن يحتاج لحبتين بندول إذا استدعى الأمر على هذا الموضوع بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 29 أربعة رح يبدأ خلو المسار يوم الجمعة ساعة 9 و7 و30 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ولكن أنه رح يستمر من ساعات مساء يوم الجمعة لثلث ساعة بعد منتصف الليل يعني للساعة 12 و18 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا ينتقل القمر ويصير في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام ساعة وحدة و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير 26 يوم يعني بلشنا في اليوم 26 نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 21 و5 منتحس بنسبة 10% القمر في الحوت وينتقل للحمل ورح يضل في الحمل لغاية يوم 30 أربعة طبعا هو سعيد بنسبة 70% اليوم عطارد في الثورة حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% المريق في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل القمر ما زال موجود في برج الحوت اللي هو بيت متاعبكم وراح يظل طيلة النهار موجود لغاية ساعة المغرب فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم تشعروا نطاقتكم ضعيفة جدا الأمور ما بتمشي معكم مثل ما بدكم مزاجك وتقلبات مزاجك شوي بتكون صعبة بتكون مزاجيين وعصبيين انتبهوا أثناء كلامكم وأثناء التعامل مع الغير لغاية ساعات المغرب من ساعات المغرب طبعا بتبدأوا فترة أفضل إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأن القمر رح يوصل لعنكم ولكن بيظل لأنه فمدة الانتقال بسيطة فعشان هيك بيظل ساعات المساء إنه مزاجكم وعصبيتكم هو اللي مسيطر عليكم أكثر فبتكون تنتبهوا من التعامل أو أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا من الآن وساعات النهار بين الأصدقاء وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ممكن اليوم تحاول إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء لأنه في ساعات المساء أو عند المغرب القمر رح ينتقل ويوصل للحمل اللي هو بيت متعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم بك وتحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتحاولوا إنه شوي هيك تضبطوا عصابكم أثناء تنقلاتكم وحواراتكم لأنه بيت السمعة فما زال مضطرب خلال هذا اليوم بتكونوا تنتبهوا من هاي الأمور بشكل كبير أما في ساعات المغرب الأجواء بتتغير بشكل إيجابي ممكن تلتقوا لأصدقاء وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية أهم إشي إنكوا تحاضروا من الاندفاع والتهور أو المشاكل ما بينكوا وبين أصدقائكم ولكن إنه الفترة الاجتماعية ممتازة جداً بالنسبة لكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة حتى في أثناء النهار رغم أنه إيجابي جداً ممتازة جداً الفترة وبظلها دعم لإلكم ولكن من ساعات العصر تقريباً بدكوا تنتبهوا ما تعتمدوا كثير على الحضوض يعني بدكوا تتفقدوا أوراق وأمتعتكم حتى في الامتحانات بدكوا تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض الفترة هاي جيدة جداً وممتازة لكثير من الأمور ولكن الحذر في الامتحانات والتنقلات مطلوب منكم أما من ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر لإلكم فهنا بدكوا تحافظوا على سمعتكم أثناء تعاملكم مع رؤساءكم بالعمل وبرضو بدكوا تنتبهوا ما تخلفوا قوانين وما تجازفوا وما تغمروا لأنه الفترة هاي برضو رح تضغط عليكم بشكل سلبي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً من الآن لغاية ساعات المغرب الأجواء بتظلها إلها علاقة بالأموال المشتركة والأمور المالية والأموال الغير أموال الزوج يعني كل التفكير بكون على مستوى ترتيب الوضع المالي وخصوصاً الأموال المشتركة حاولوا أنكم ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد خلال هذا اليوم طبعاً هذا الوضع رح يظل لساعات المساء ولكن من ساعات المساء الأجواء رح تختلف تماماً من ناحية إيجابية رح تنشطوا بشكل كبير في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أهم شيء أنه ما في داعي للمجازفة أو الإهمال لأن الفترة هاي ممكن تتعرض فيها لبعض المشاكل خصوصاً إذا ما انتبهت أثناء قيادتك للسيارة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر مازال موجود مقابلكم تماماً في بيت الشراكة فعشان هيك بظل اهتمامكم على تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء المال والعاطفة والأزواج وتعزيز العلاقة ولكن طاقتكم ضعيفة وعصبيتكم سهل استفزازها أو تدخلوا بخلافة أو مشاكل حتى في ساعات النهار بدكوا تضبطوا عصابكم بشكل جيد من ساعات المغرب الأجواء بتختلف تماماً بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل عشان ما تكبر المشاكل وتزيد ولكن إنه بصير الاهتمام كله إلى علاقة بالأمور المالية المشتركة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً الأجواء لها علاقة بالعمل والصحة طيلة النهار فعشان هيك بدكوا تظلوا منتبهين لأعمالكم إنجاز أعمالكم ممكن تتراكم الأعمال ما تقدر تنجزوها بالكامل وبرضو ممكن بعض موليد برج الميزان يشعروا بتقلبات صحية ما يخافوا من الأمر يعني ما في شيء بيخوف هي بس مجرد تقلبات وبتمشي الأمور ولكن من ساعات المساء الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير مقابلك تماماً فهوانا بتصيروا ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تنتبهوا من طاقتكم لأنه طاقتكم تصير ضعيفة كثير فعشان هيك الفترة هاي بتصير سلبية من ناحية المشاكل والخلافات وسوء التفاهم فما تتخذ قرارات حاسمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتواصل والتقارب ما بينكم بين أحبابكم وهذا الوقت وقت تجاوب فكري عاطفي جيد جداً حتى الحضوض بتدعمك من الآن لغاية ساعات الظهيرة فعشان هيك الأجواء داعمة لإلك بقوة ولكن من بعد ساعات الظهيرة بتبلش طاقتك تنزل شوي لأن القمر بيقترب للحمل وهو بيت إلو علاقة بالصحة وإلو علاقة بالعمل فهنا مع ساعات المغرب بيغلب عليك طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة مع الأولاد حتى في مجال العمل مع زملائك بالعمل وصحتك بدك تنتبهلها بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً من الآن لغاية ساعات المغرب بتكو تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم ممكن يصير في بعض الخلافات أو سوء التفاهم اللي إلو علاقة بالبيت بالعائلة بأفراد العائلة فعشان هيك بتكو تضبطوا عصابكم بشكل جيد في كل الأمور اللي ذكرناها إلها علاقة بأفراد العائلة ممكن خلاف مقاش حوار سوء تفاهم ما في داعي لتطوير الأمور من ساعات المغرب بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم الأجواء رح تصير داعم لإلكم ولكن لأنه بتكون بداية الانتقال لسه الآثار ما وصلت فممكن تنفعل أو تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد الأحبة لأنه بكون مزاجك حاد وبتكون أنت ما بتتحمل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن لساعات المغرب بنشطوا بالحركة والاتصالات والحوارات وسرعة البديهة بتكون عندهم عالية وحتى قدرتهم على الإقناع بتكون ممتازة ولكن مع ساعات الظاهرة بصير مزاجهم عصبي شوي بصيروا حدين الطباع ما يعتمدوا كثير على الحضوض اللي عنده امتحان أو مقابلة في ساعات النهار بده يركز بشكل جيد من ساعات المغرب طبعا هنا شوي بصير الضغط عليك أعلى بتصير الأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة فهذا الشيء ممكن يسبب خلاف أو صوت فاهم بدك تحذر أثناء قيادتك للسيارة أثناء الامتحانات وأثناء نقاشاتك العائلية حتى وحواراتك العائلية برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتكون تركزوا على الأمور المالية من الآن لغاية ساعات المساء طبعا الأمور المالية مش معنى أنه بدها تفتح السماء وترش عليك الفلوس هي بتفتح أبواب وفرص لا مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبهة نوع من أنواع الدعم أو إلك أموال أنت حب تستردها بتقدر تستغلها هذا اليوم الطالب فيها فهي الأمور اللي إحنا بننصح فيها ولكن من ساعات العصر بدك تنتبه على أمورك المالية ابعد عن شراء حاجيات ثمينة وبرضو انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو التبذير من ساعات المساء من عند المغرب تقريبا الأجواء رح تتغير بشكل كبير لصالحك لأن القمر رح ينتقل لبيت حليف اللي هو بيت الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يكون عندك تنقلات كثيرة واتصالات كبيرة ولكن برضو بيأثر من ناحية سلبية على نزعات مع رفيقك بالعمل أو رئيسك بالعمل أو حتى أمورك اللي إلها علاقة بتنقلاتك فانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء نقاشاتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا النشاط بظل مسيطرة عليكم أنتوا بدأتوا مرحلة ممتازة جدا وهي دعم لألكم بشكل قوي فهي بتدعمكم على المستوى النفسي علاقاتكم العاطفية حتى بالأشياء اليومية وأعمالكم اليومية بتجد الأمور بتمشي معك بسهولة فيها الأجواء ممتازة جدا ولكن مع ساعات العصر بتجد أن عصبيتك شوي ممكن تظهر على الساحة فما بتتحمل أي انتقاد أو أي كلمة أو أي حوار بدك تضبط أعصابك بشكل كامل من ساعات المغرب بيصير التركيز على الأمور المالية فبتنهمكم بضبط ميزانيتكم ولكن مزاجكم السيئة أو لأنه قلة الصبر عندكم بتكون قليلة فممكن تزيد عندك المصاريف أو تروح تتفشش بصرف لفلوس أكثر بالفترة هاي فبدك تنتبه من هاي النقطة وفي نفس اللحظة لأنه بتساعدك على مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو هدايا ولكن تبذيرك بكون طاغي أو ممكن إنشغالات مالية كيف من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر